نعم يعني بالأمس عادت الغارات الإسرائيلية لتخيم على سماء الضاحية الجنوبية لبيروت لكن لم تكن مثل الغارات المعهودة التي تصدر بعد سلسلة انذارات يصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مبان في الضاحية الجنوبية للإخلاء ومن بعدها تبدأ الغارات أما ما شهدناه بالأمس كان مختلفا فأتت الغارة على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت من دون أي سابق انذار واستهدفت مبنى سكني في منطقة غالوريس معانو والمعروف عن هذه المنطقة أنها منطقة مزدحمة بالسكان لأنها تقع على تقاطع الطرقات أي أنها تصل لعدة مناطق ببعضها وزحمة السير بالتالي تكون خانقة عند هذه النقطة لكن تم استهداف مبنى مهجور وما أسفر عن استشهاد شخص واحد وخمسة عشر جريح يعني كما ذكرت هذه المنطقة تعج بالسكان أما إذا أردنا الحديث عن حركة السكانية في الضحية الجنوبية لبيروت فبعد الهدوء الحذر الذي طال الضحية الجنوبية لعدة أيام يعني بعض السكان عادوا إلى منازلهم التي لم تتضرر جراء الغراط الإسرائيلية لكن استهداف أمس أثار حالة من الهلع والخوف عند هؤلاء السكان وخاصة أن يوم أمس كان يمكن اعتباره أول يوم ماطر في بيروت أي أنه لا يمكن أن يبقوا في الطرقات ما أجبر البعض إلى العودة إلى منازلهم التي لحد الآن ليست آمنة لكنها لم تستهدف بعد وأود الإشارة إلى أمر أنه وبالرغم من القصف العنيف الذي يطال الضحية الجنوبية ومحيط الضحية إلا أن حركة المطار لا تزال تعتبر طبيعية ويمكننا أن نسمع بين الحين والآخر صوت طائرات مدنية تقلع من مطار بيروت وحركة النزوح لا تزال مستمرة من المناطق الخطيرة ويعني بالرغم أيضا من الضمار الذي طال الضحية إلى أن وبحسب مؤسسة الدولية للمعلومات حجم الأضرار اليوم يعد في الضحية أقل من عام 2006 إذ أن في عام 2006 تم تدمير حوالي 700 مبنى سكني أما اليوم نحن نتحدث عن حوالي 240 مبنى سكني لحد الآن أي أن الأضرار اليوم تختلف عن أضرار عام 2006 لكن تجد الإشارة أن حرب 2006 كانت أقل يعني بعدد الأيام أقل من هذه الحرب التي لا تزال دائرة حتى الآن والتصعيد يعني لا يزال مستمر مع غياب أي بوادر تشير إلى وقف إطلاق النار أو تطبيق القرار 1701 الساحة السياسية اليوم يعني هادئة لم نشهد أي حركة سياسية اليوم مع العلم أن جميع المساعي الآن هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وتأمين عودة آمنة للنازحين ودعم الجيش اللبناني لكن ليس هناك أي مؤشرات أو أي بوادر لحد الآن بنجاح هذه المساعي فانيسا الجيش الإسرائيلي الآن يتحدث عن مقتل قائد منطقة الخيام في حزب الله ويتحدث أيضا عن مقتل قائد بقوة الردوان هل أعلن حزب الله من جهته في بيان عن مقتلهما أم ليس بعد؟ نعم يعني لم يصدر من حزب الله بعد أي بيان رسمي عن هذا الموضوع ولم يتم الحديث يعني بشكل رسمي عن أي استهداف لأي مسؤول من جهة حزب الله يعني كل البيانات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي ولا يزال يصدرها حتى الآن هي يعني عن مواقع استهدافها لكن لم يتم بعد الحديث عن أي اختيال رسمي أو تأكيد على أي من مزاعم الجيش الإسرائيلي لحد الآن كل الشكر لك على هذه المعطيات من مبدأ من مشارف الضحية الجنوبية ونسى الزمان ورسلات الغابة شكرا جزيلا